وحكينا السويتش هي حالة خاصة من إنستد إفلس ستيتمنت. في السويتش يا طلاب بيكون عنا الـ operator اللي مستخدم في الـ F اللي هي الـ equivalent اللي هي حكينا عنها هاي إشارة المستوى. أوكي وأحد الأطراف expression variable name والطرف الآخر هو integral أو نحكي من نوع integral يعني boolean character or integer. هاي الحالة الوحيدة اللي ممكن أنا أحولها إلى switch. طيب طريقة كتابة الـ switch تتكون الـ switch من expression. يعني حنكتب كلمة switch وهي عبارة عن Keyword ونفتح هاي الأقواس اللي هي expression ولها begin and end curly brackets. طيب شو معناتها هلأ هون if expression equal equal value الأولى اللي هي الكيس الأولى. إذا كان هذا الـ expression يساوي الـ value الأولى فحينفذ هاي الـ statement وحيعمل break. حكينا break هو بيطلع من الـ switch كامل. شوفوا. أما إذا كان هذا الـ expression لا يساوي قيمته. قيمة الـ value 1 حينتقل لـ value 2. فيشيك هل هذا الـ expression يساوي value 2 if yes فإذن حينفذ الـ statements 2 ثم بيعمل break بيطلع من هذا الـ switch. وهكذا لغاية إنه إذا جرب كل الكيس ولا واحدة من الكيس الـ values تبعتها مطابقة للـ expression فإذا مين بيروح بيروح على الـ default. الـ default يا طلاب هي ليس إجباري في الـ switch يكون في عنا default. وـ default هي مقابل الـ else في الـ nested if else statement. هل ضروري في الـ nested if else statement يكون عنا else؟ لا. ولكن ممكن يكون عنا dummy user يستخدم برنامجنا. أوكي؟ لحتى نتلافى كل الحالات انتبهوا لحتى نتلافى كل الحالات فنحنا ما نحط الـ else. أوكي؟ نفس الإشي الـ default فإذا مش ضروري كل switch يكون فيها default ولكن عشان إذا ما نطبق ولا واحدة من الكيس نروح على default. هذا الـ flow chart حكينا عنها. الـ flow chart يا طلاب انتبهوا. if expression equal equal value 1 فإذا حيطبق عنا statement 1 ثم break. لاحظوا الـ break انتبهوا. بيطلع خارج نطاق الـ switch يعني بيطلع لخارج الـ switch يعني إذا كان في عنا next sequential فيما بعد الـ switch حيطبقها. طب إذا ما كان عندي هذا الـ expression يساوي value 1 يعني كان عندي false 1 ننتقل لvalue 2. if yes فإذا حيطبق عنا statement 2 ثم بيعمل break. وهكذا انتبهوا لغاية شوفوا ما شوف كل الـ cases إذا انطبقت واحدة منهم ولا واحدة منهم وين بيروح على default. default بينفذ الـ statements ثم بيطلع. لاحظوا في default ما في عندي break والسبب منطقيا. لأن انتهت الـ switch. ممتازلا هي آخر وحدة. آخر statement في الـ switch يعني لو وضعنا break أو ما وضعناها ما إلها فائدة. هون إذا انطبق أي الكاس يعني بيعمل نسكب عن اللي بعدها و بيروح. فيما بعد الـ switch. بينما انتبهوا في default وضعت اللي break أو ما وضعتها ما إلها فائدة أبدا. يعطوا الله لأنه هو آخر statement في الـ switch. ثم حولنا النستدفل الـ statement بالأعلى كانت بالـ slide الأول إلى switch. حطنا switch على أساس الـ day. وضعنا سبع cases اللي خاصة بالـ day. يعني if day equal equal one فإذا Saturday ثم break. if day equal equal two فإذا Sunday ثم break. وهكذا. فعندي هون 7 cases بمقدار عندنا 7F يعطوا الله. وآخر واحدة عندي default. وهنا جربنا لما يكون عندي مثلا for example 3 عم بعطينا Monday بيطلع من هاي الـ switch. لو وضعنا مثلا 4 حيعطينا Tuesday ثم break بيطلع من الـ switch. لو وضعنا minus 3 minus 3. وين حيروه؟ default. ممتاز. حيشوفهم كلياتهم ممتازين. حيشوفهم كلياتهم. ولا واحدة منهم اللي هي minus 3. فإذا حيروح على الـ default وحيعطينا invalid number. invalid number. هون يعطوا الله تم حذف كل الـ break. لو وضعنا 3 3. أوكي. هل day اللي هي قيمتها 3 تساوي 1؟ لا. هل الـ day اللي قيمتها 3 تساوي 3؟ كمان لا. هل day equal 3؟ نعم. فإذا حيطبق عندي هاي. لما يطبق هالهي سي out one day. مو موجود يا طلاب أبداً عندنا break. فأتوماتيك لي وين بنتقل؟ رح يشوفهم كلهم بذلك. الكيس اللي بعدها. الكيس اللي بعدها. الكيس اللي بعدها. وحيطبقها. من غير ما يطلع والله إنها هي تساوي 4 ولا لا. شوفوا. وحيطبق الـ Wednesday. وحيطبق الـ Thursday. Friday. and invalid number. فإذا الـ output من Monday إلى invalid number. حتى default بدخل عليها نعم. إذا أدخلنا for example 5. حيعطينا من Wednesday إلى invalid number. إذا أدخلنا one. حيعطينا من Saturday إلى invalid number. إذا فائدة break كانت توقف تنفيذ الجمل اللي بعد الكيس اللي انطبق عليها وكانت صحيحة. طيب في بعض الأحيان ممكن أعطيكم بعض جمل. كن فيها break. بعض الكيس وفي بعضها لا. مثلا لو أدخلنا 3 هون. شوفوا. طبعا الأولى حكينا لا. والتانية عندي كمان لا. ما عم تظبط عندي day equal equal to. هل day equal equal 3 نعم. شوفوا. إحنا أدخلنا 3 من الكيبورد. فإذا حيطبق Monday. في break لا ما في. إذا روح اللي بعدها. عم بعطينا إيش انتبهو Tuesday. في break كمان لا. إذا كمان عم بعطينا Wednesday. في break نعم. فإذا اطلع من حدود ال switch. شوفوا. إذا بظل هو يطبق كل الكيس لغاية ما يلاقي break بيطلع. يعني لو أعطتكم ما هو الأوتبوت لو أدخلنا 1. لو أدخلنا 1. Saturday. Saturday. ممتاز. Just Saturday. لأنه مباشرة بعديها فيها break. طب لو أدخلنا 2. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. ممتاز. إذا من Sunday إلى Wednesday. لو أدخلنا 4. حيطينا. Wednesday. No. Tuesday, Wednesday. وينزدي. وينزدي. فإذا من أول ما ينطبق عندي الكيس لغاية ما يلاقي break. ما لأى break بيكمل call the switch. انتبهوا. Call the switch. لغاية هلأ أولادي بناتي. في أي سؤال اسألوا. يلا خلينا نشوف اللي بعدها. نشوف بعض النوتس على ال switch. دكتورة. نعم بنتي. بالمحاضرة الماضية حكيتين أذكرون أنه رح تشرحين ال condition operator لما نحطها جوه condition operator. أنا ما أتذكروني أنا أتشوفوها وجربوها. آآ آآ أوكي تماما. بس يعني إحنا حيكون في عنا محاضرات مراجعة إن شاء الله. يعني إذا بدكم عادي من حال ومنشوف أشياء زي هيك جانبية أنا أعطتكم إياهم. يعني هي as homework بس بشكل شفائي. يلا يا محترمين خلينا نكمل. هلأ أهونا عم نلاحظ أنه في عندي error. طب ما سبب هذا error؟ شوفو. شو على هذا السلايد. بحكيلي duplicate case value. أعطاني على هاي error بقولي duplicate. ليه؟ لأنه في عندي وختي مثلها. أيوة تم التكرار. لما يكون عندي two case the same value. هذا error. مباشرة هذا error. لأنه فعليا أنا أروح إلى أنوكيس. لو أنا أدخلت مثلا داية اثنين. أنوكيس من هون الأولى ولا الثاني. فإذا هذا error. ما بيصير يكون عندنا نفس القيمة مع الكيس. هاي أول ملاحظة. الملاحظة الثانية. شوفو. نرجع لهذا السلايد. شوفو يا طلاب. شو بدي أعمل. بدي أحذف. هاي الستيتمنت. شو ظن عندنا؟ Just case one. هيا. Case one نقطين. ثم case two نقطين. See out Sunday. نفس هذا الشكل الأمامي نعم. هلأ يا طلاب هذا ليس error. شوفو. هذا مش خطأ. في حال يا طلاب أدخلنا. انتبهوا مثلا ون. بيروح على ون. هالي equal ون نعم. أوكي. فإذا في بريك لا. بيروح على وين؟ على الكيس اللي بعده. فبيعطينا لإجابة Sunday. ثم بريك بيطلع. ولو أدخلنا two. هل two equal two نعم. فإذا سي أوت Sunday بيصبعها. ثم بيطلع. إذا في هاي الحالة. لو تم إدخال one أو two. هيعطينا نفس الإجابة. نعم هيعطينا نفس الإجابة. في شكل تاني لإلها. بإمكاني أكتبها. شوفو. كيس one. زي ما هي موجودة هلأ بسلايد. كيس. كمان كابيتل. هاي. كيس one. نقطين. كيس two. ممكن أشوفها بهذا الشكلين. وأكتبه هون طبعا. see out Sunday. إذن. انتبهوا. الشكل الأول. إنه كل كيس على حدة. يعني مثلا هناك. كيس one. نقطين فراغ. ما في إشي. على سطر جديد. كيس two. نقطين. ثم كتبت أنا مثلا. see out Sunday. الشكل الثاني. كيس one. نقطين. كيس two. نقطين. يا طلاب. بعدين بحط الجنة اللي تابعة لإلها. طبعا. ممكن يكون ثلاثة أربع عادي. كيس. هذا يا طلاب مقابل لو بدي أعملها بال if statement. حكتب if. شوفوا. day. equal equal one. يلا كملوا. see out Sunday. see out Sunday. see out Sunday. نو. إحنا بننكمل. equal equal two. and or. 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 وليس and. or. day. equal. equal two. سواء أدخلت one أو two. شوفوا. فإذاً. حيكون عندي هون. see out Sunday. أيوة. see out. شوفوا. Sunday. أوكي. حيكون عندي see out Sunday. فالأور يا طلاب. بالسويتش. لما كتير بس قل باللاب عملوا لي أور. يعني. يعني. الأشياء اللي أنا عم بنبع عليها بالنظري. الطلاب يعملوها شكل خاطئ في اللاب. كتب لي هي. case one. or. for example. two. بعض الطلاب بيحط لي. case one. شوفوا. or. case two. في بعض طلاب بيكتبوا كمان. case one. two. ونقطتين. كلياتهم هالول الخطأ. بدك تعمل. or. يعني. مثلا. هذا الإكسبريشن يساوي هاي القيمة أو قيمة أخرى. يا بتكتب لي إياها بهذا الأسلوب. اللي هلأ أنا عملته على هذا السلايد. أو بالأسلوب الآخر. حط لي الكيس جنب بعض. بس بيناتهم نقطة. عفوا. النقاط الرأسية. case one. نقطتين. case two. نقطتين. مثلا. أوكي. بهذا الشكل. فهذا مهم يا طلاب. للمختبر. وحتى في بعض الأحيان. ممكن أحكي للطالب. حول لي من switch إلى F. أو من F إلى switch. سير بجيب هاي أسئلة في الامتحانات المد. عمش دائما كله output. بدي الطالب يفهم. شو هي الprocedures في تنفيذ هذا الكود اللي أمامه. واضح؟ فانتبهوا الليلة. لغاية هلأ في أي سؤال بعيد. طيب. هاي الملاحظة الثانية. شوفوا الملاحظة الثالثة على ال switch. لاحظوا هي هون. تم كتابتهم التنتين جنب بعض. case one. case two. ولعضتكم إياها ممكن كل واحدة على حدة. هون يا طلاب عم نلاحظ إنه تم استخدام. شوفوا. variable. variable مع مين؟ مع الكيس. إذا تم استخدام variable مع الكيس. له ثلاث شروط. جدا مهم أنه الطالب ينتبه لها. الشرط الأول. هذا الvariable مع الكيس. يجب أن يكون integral. يعني ال data type له. مين يحكي لي؟ integral. هذا صحيح لازم. integer. يا integer يا. character. أو boolean. أو boolean. ممتاز. إذن integer, character أو boolean. فهذا الشرط الأول. ففعلا هل حققنا هذا الشرط هون؟ نعم. الشرط الثاني. value تبعته. شوفوا. يجب أن لا يكون duplicate مع other values. يعني مثلا أنا حاطة هون خمسة. هل في عندي هون خمسة في الكيس الأخرى؟ لا. شوفوا. لا. لو كان في عندي five. إذن أنا هذا الشرط ما حققته. فإذن هذا error. فإذن هلأ ما في عندي ولا كيس هي خمسة. انتبهوا. إذن حققت الشرط الثاني. والشرط الثالث. هيوضح لما أرجيكم هذا السلايد. حققت شرطين. شايفين؟ هاي واحد. وهي الشرط الثاني فعلا تحقق. ولكن. انتبهوا. بس خلنا نعمل موت لا. بما لأكم. بكتورة بعد إذنك تغيدي الشرط الثاني. هيني هيني. إذن الشرط الأول يجب أن يكون integral. الشرط الثاني يجب أن يكون. الvalue القيمة اللي موجودة عندي لهذا الvariable. ما يكون duplicate مع الأخرى. يعني مثلا إذا كان هون عندي مثلا هاي مثلا five. أوكي. وإنت حاط لي five. بيصير؟ لا. صار عندي قيمتين. نفس الإشي في الكيسز. اللي هي النوت الأولى. حكي أنا ما بيكون. ما بيصير يكون عندنا. two cases or more the same value. أوكي. الشرط الثالث بيوضع عندي في هذا السلايد. شو بيحكي لي؟ var can not appear in constant expression. إذا بدك تستخدم variable مع الكيس حققة الشرطين وشرط الثالث. يجب أن يكون هذا الvariable constant. شوفوا. أيه. إذا نعيدهم. الشرط الأول يا محترمين يجب أن يكون من الـ integral data type. الشرط الثاني اللي هي الـ value. يجب أن ما يكون duplicate مع other cases. أوكي. الشرط الثالث يجب أن يكون هذا الـ variable من نوع constant. هاي ثلاثة. هلأ هون تحققت هدول ثلاث شروط. هل هون عندي error؟ لا. شوفوا. عادي بعمل tracing لهذا الكود. وما بيكون في عندي أي مشاكل. أوكي. في أي استبسر عليها؟ هلأ شوفوا كمان النوت الأخرى هون عندي. في هذا السلايد بيعطينا error. بيحكينا إنه الـ switch quantity يعني هذا الـ expression. طبعا الـ switch ما بين الأقواس شافينه هذا الـ expression. اللي في الـ switch ما بين الأقواس يا طلاب يجب أن يكون شوفوا. إنتيجر. طيب أنا شو اللي غيرته في هذا السلايد. لو نرجع شوفوا. وضعت. أي وضعت الـ day double. هذا الموجود ما بين الأقواس يجب أن يكون إنتيجر. إنتيجر. فبالتالي مباشرة هذا error. هلأ كتير مرات ممكن نعطي للطالب كالآتي. شوفوا. ممكن. مثلا. أحط إنتيجر X. وأعطيتها قيمة مثلا أربعة. وأجي هلأ هون عندي في الـ switch. كتبت له X تقسيم 3.0. أي نعم هي X إنتيجر. ولكن ناتج القسم هون إنتيجر على double هو double. أوكي. فإذا وضعت ما بين هاي الأقواس هون. كمان هيحطيني عليها error. يعني مشرط دائما جول switch يكون عندي variable. ممكن يكون عندي expression. أنا بهمني هذا الـ expression أو هذا ما بين الأقواس. يجب أن يكون. شوفوا. إنتيجر. يجب أن يكون إنتيجر. واضح؟ هاي النوت الثالثة أو الرابعة نحكي. في نفس هذا السلايد كمان في عنا خطأ. شوفوا. يعني بس هو أعطاني أول error. بس هو عندي ثنين. شايفين؟ استخدمنا الفور مرتين. مش الفور مرتين. هاي 4.5. فتى الكيسيز. قبل شوي أعطتكم في شروط الـ variable. يجب أن يكون إنتيجر. أوكي؟ فالكيس 4.5. زيادة تأكيد عليها هون. هايها. شو عم بعطيكم عليها؟ مثلا هاي 4.71. أوكي؟ بيعطينا error. بحكينا الكيس لابل doesn't reduce to any integer constant. يعني بمعنى خدوا هلأ نوت. إنه هاي اللي عندي هون فيه جوة الـ switch. الـ expression. اللي تابع لـ switch. أو الكيسيز. يجب أن تكون integral. يجب أن تكون integral يا طلاب. واضح؟ هذول التنتين. فعين انتبهوا لها؟ في أي استفسار يا طلاب عليها؟ خليها نشوف بعض الأمثلة. هاي عنا يمكن ثلاثة أربعة أمثلة على الـ switch. نيجي هذا المثال. الأولوية في التنفيذ لمن؟ عنا A خمسة وB ثلاثة وC zero. أوكي؟ A divide B minus one. هذا expression. شو معناته؟ If A divide B minus one equal equal minus one. أو equal equal zero. طبعا كل واحدة لها سيناريو في التنفيذ. أو equal equal one. أولا واحدة منهم اللي هي الـ ends. طيب أنا هلأ الأولوية في التنفيذ في هذا الـ expression تبع الـ switch. لمين؟ القسمة. القسمة. القسمة ممتاز. قديش هلأ بيعطينا الإجابة؟ واحد. ون. ممتاز إذن الإجابة هي ون. هاي الإجابة بدي أنقص منها كمان واحد. هاي رقم الثنين في التنفيذ. zero. فإذن هيعطينا الإجابة هون zero. ممتاز. طب هاي zero مقابل مين؟ أني واحدة من الكيس سنطبق عليها. two. ممتاز إذن هاي هي الكيس. كيس الثانية. إذن هذا zero equal equal zero. طب نيجي على هاي. بحكي لي A minus equal three. روح على A. أعدل عليها. نقص منها بمقدار كم؟ بمقدار ثلاثة. شو بصير عنا؟ مم؟ صير عندي؟ two. هل فيه break؟ دكتورة؟ نعم بنتي. دكتورة؟ نعم بنتي. ما فيه break، إذن شو بنا نروح؟ ننتقل للي بعدها. اللي بعدها كمان بحكي لي C plus equal two. فإذن روح على السي. زيدها بمقدار اثنين بصير عنا two. بصير عنا two. بصير عنا two. ممتاز. بعدين. في عنا break؟ yes. break off. فإذن. على السي أب. أيوا على السي أب. أيوا على السي أب. هيطبع قيمة A هي اثنين. ثم كما. قيمة B هي ثري. ثم كما. أوكي. وقيمة C هي two. فالأوتبوت بهذا الشكل. في أي استفسار عليها يا طلاب؟ دكتورة؟ نعم بنتي. دكتورة أنت حكيته لما نعرف أنت جرق نراز لك وفي عندك constant. هذا مع الكيس. هلأ سألت زمينتك نفس السؤال. مع الكيس من بنتي. شوفي. نعم. أوقي. فهذا؟ أخد إصبشان ما ولدخل بالكيس . الإكسيبرشن بس شرط وحيد لإلو إن يكون إنتيجرل. واضح؟ في أي أسفسار؟ طيب شوفوا هذا مثال آخر. فيه variable من نوع character. وفيه إنتيجر. switch character bar القيمة الحالية لهذا character هي A. أي عمليات حسابية مع character نتعامل مع مين؟ مع الاسكي كود. فإذن هاي شو حتكون يا محترمين؟ حتكون 65. ممتاز 65. فيما الحالية. زائد. هنجمع لها واحد. شو بصير عنا؟ 66. ولكن بحكي له فيما بعد. أنا ما بيهمني شو هي السيمبول اللي هو بيعمل لي مثلا 64. ولكن انت بروعة ذاكرة نقص منها بمقدار 64. بقول الطالب ما هي character أوكي بس أنا ما بعرف شو هو. يعني هو بالنهاية بيطلع على special symbol. ننتبه مع إني دخل. هلا الستة وستين اللي هي ما بين أقواص هون تبعت للسويتش تطابق أي واحدة منهم بيقول الطالب ولا واحدة شو رأيك هم؟ هم؟ والدكتورة ولا واحدة. نروح على default يعني. نروح على الستة وستين بي. نروح على الستة وستين بي. شوفوا هنطبق هاي الكيس. نروح على هذا الـ variable في الذاكرة. شوفوا. هنعدله إلى 40 هاي 40. هل فيه break؟ شوفوا ما فيه break؟ ممتاز. فإذاً بنتقل اللي بعدها. اللي بعدها var plus equal 20 فإذاً نزيد عليها بمقدار 20. شوف يصير عنا هاي؟ 60. 60. 60. ممتاز. كمان هاي ما فيه break. فإذاً تصبح عندي كم؟ 54. 54. 54. ممتاز. بعدين عندي break فام نطلع. لو سألكم what the net value of vibe؟ هم؟ هل بتقول لي؟ 54. طبعاً في هذا كمان إشي نحكي سريع. أنا لما أطلع على هذا الكود بحكي طب هون ما فيه break خلاص ليش ما روح direct لآخر واحد قبله لbreak؟ ومباشرة بقدر أعرف الإجابة إنو هي 54. شوفوا 54. واضح؟ في أي استفسار هون؟ طب لو سألكم مثلاً روحت أنا شوفوا لغيت كمان هاي اللي break. شو الفرق الإجابة؟ شو هيعتينا؟ ممتاز، هينفذ البعدها. ممتاز، هينفذ البعدها. ممم. ما غيبناش. هينفذ إذن اللي بعدها يا طلاب، يعني لو لغيت إذن هاي اللي break، هينفذ اللي بعدها، وحيعطينا الإجابة سبعين. إذن لغيت الـ default. لحظة وجود الـ break بالنهاية هون. هل في الهداعي؟ لا دكتورة. ها، ممتاز، فإذن وجودها وعدم وجودها واحد، بس ما بيعطينا عليها إرار. أوكي؟ لأنه already نحن هلأ خلاص، نطلع مين؟ الـ switch بعد الـ default. لغيت هلأ، في أي سؤال؟ طبعاً هذا المثال لما أنا إمتي الـ break موجود عندكم هون. أوكي؟ سيغة سؤال أخرى، عم نحكي هون determine the output for the following program suppose that the letter B was entered. بيجي الطالب، ما بيقرأ السؤال نهائياً ولا بيطلع عليه، بيقول طب، مش عارف كي بدأ أعطيك الإجابة. طيب، شو بدك؟ شو المطلوب؟ دائماً بحكي للطلاب، نحن أمة لا تقرأ، أرجوكم اقرأوا السؤال، والله غير تعرفوا الإجابة لحالكم. هاي أول ملاحظة. الملاحظة الثانية، نفس هذا الفراغمنت من الكود، ممكن أجيبه لكل الطلبة، الإختلاف بالمدخلات، يعني مثلاً، أنت هلأ عم بعطيك بكابيتل، زميل تاني سي كابيتل، واحد اي كابيتل، واحد دي كابيتل، واحد ام، فهذا دبند على المدخلات بيعطينا الإجابة، فتوتالي ديفرانت ريزلت ياس، خلينا نجرب هلأ هون، هلأ الإدخال اللي عندي هون فعلاً هاي سي ان، شايفينو؟ سي ان فار، وهذا الإدخال، هو من نوع كاركتر، وأنا حكت لك، لنفرض أنت أدخلت، مثلاً، البي كابيتل، هيدخلنا البي كابيتل، سويتش على أساس الvar، قيمة مين نفسها، بيروح هل البي تساوي أي لا، فإذاً ما حينطبق هذا الكيس، بروحها التانية هل البي تساوي بي نعم، فإذاً حينطبق هذا الكيس، شو هيعطينا الاوتبوت، هيعطينا اثنين، ثم بيحكي لي هون ايش، هايغو ممتاز، ممتاز، بس أنا هلأ هجيب للطالب أن يكتب لي هذول السبع فراغات، لا يا عطول الله، انا إذا بدي أجيب، ما حيكون من غير باكسلاش تي، يعني ممكن تعطيني الإجابة، دايركت من غير باكسلاش تي، يعني ما هجيب نهائياً باكسلاش تي، إلا في ضع دائرة ممكن، اوكي، إذاً اثنين، ثم بريك، بينتقل للنكس سيكوانشل، يمكن الطالب ما ينتبه أنه هون فيه سي اوت، فإذاً اثنين، وهون عندي سبع فراغات، بعديها ستة، هذا هو الأوتبوت، طبعاً هذا، لو كان داخلنا مثلاً سي كابيتل، ما هو الأوتبوت؟ ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة سبتة، ممتاز، لو كانت اي كابيتل، ممتاز، ولو كانت دي، كابيتل، ممتاز، ولو كانت بي سمول، شوفوا، خمسة ستة، خمسة سيكوانشل، ممتاز، فإذاً ولا واحدة منهم من طبقة عليها، فبيروح على الدفول، فبيعطينا خمسة سيكوانشل، نفس السؤال، شوفوا، أنا غيرت هاي المرة في الكاركتر، بالمدخلات، شوفوا شو عملت، لغيت، البريك، خليت البريك لبعضهم، ولغيت بعضهم، هل بي ايكوال اين؟ لا، هل بي ايكوال بي؟ نعم، فإذاً حياتينا الاوتبوت، اتنين، براه، تو، ثري، فور، تو، ثري، ممتاز، فور، سكس، ممتاز، لا، فايف لا، سكس، شوفوا، فإذاً حياتينا اتنين، وثلاثة فعلا، واربعة، بلا أبريك، فبيطلع، شوفوا، فإذاً هذا هو الاوتبوت، يعني تخيلوا هلأ، غيرنا مرة، الكاركتر مرة، غيرنا البريك، إنه لغيناهم، فأعطانا different result، شوفوا هلأ شو بدي أعمل، في أحد الامتحانات، جبت هذا السؤال، فالطالب خلص مباشرة بيصير يجاوب، من غير ما ينتبه، روح بتحطيت عن كيس A، مثلا، 68، كيس 68، كيس B، كيس C، كيس D، وطالما أعطوني الأوتبوت، بيقولوا إنه هي بدها تخربشنا، خلص، والله سهل، هاي B هون، فإذاً بعطني الإجابة 26، شو رأيكم؟ هي ضعطي error؟ 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 لماذا error؟ عشان corrector؟ عشان corrector؟ لأنه في تكرار، لأنه في تكرار، إنه الكيس لازم يكون constant؟ 68، هو عبار عن constant. دكتورة، أنا أبعرف، في تكرار دكتورة، عشان corrector ممكن، 68 هي نفس هذه، منتازة بنتي، منتازة، شوفوا، شوفوا، عندي هون، error، وسبب الإررر، double-cade value، 68، يا محترمين، هي نفس هذه، الطالب ما بينتبه، فكر إنه خلص، والله هاي دي، كابيتل، أوكي، وهي رقم، ملوش دخل، لا، نفس القيمة، إذا كيف هلا قبل شوية، عملنا اثنين اثنين، نفس المبدأ، فـ 68، هي نفس هادي يا طلاب، فإذا هذا، error، طيب، هل ها بجيبيننا بالانتحان، مثلا، كتابة output، ونكتب لك error، من هلا، أم بأكد، مستحيل، بينما، إذا كان في error، بيكون عنا multiple choice questions، أوكي، أما، إذا كان عندي، بدك تكتب إجابة، تكتب لي error، والله أنا انتبهت إنه error، وهي حطيت لك، لا لا لا، لازم تحط لي إجابة، كي، فهاي أشكال من الأسئلة، بتكون ضع دائرة فقط، وليس output، واضح؟ في أي استفسار له هلا؟ ضل عندنا آخر سؤال، نحله، عندي إكس 2، وعندي واي 5، بعدا حسبت إكس بهذا الإكسبريشن، الأولوية لمن؟ من left to right؟ للضرب أول شيء، عنا multiplication, division and modular نفس الأولوية، ولكن إذا تساوت الأولويات، حكينا from left to right، فإذا الضرب هاي، هتكون number one في التنفيذ، ما الناتج يا عطل الله؟ خمسة في اتنين، 10، ممتاز، إذن هاي 10، ثاني إش في التنفيذ؟ Y، الموديولة، ممتاز، الموديولة، إذن هاي رقم 2 في التنفيذ، خمسة باقي قسمتها على خمسة، 0، ممتاز، ثاني، zero high، divide، انتبهوا، هي رقم 3 بالتنفيذ، سفر تقسيم 2، هيعطينا 0، ممتاز، بعدين، رابع الشيء، أيوة، بالتنفيذ، اللي هي 10، minus 0، هيعطينا الإجابة 0، عفوا، الإجابة 10، بعدين، آخر إش بالتنفيذ، شوفوا، هي مساواة، نعم، 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 فإذن هاي ما ننسى إنه هي حد تنفذ الإيقول، هي أوبريتر، فإذن خمسة، من روح على الذاكرة، يتم تعديل قيمة X في الذاكرة، وتصبح عندنا 10، شوفوا، انتهينا من هذا، طبعاً هاي ما وجود عندكم، بإمكانكم نشوفوا الفيديو، عشان أزبتكم تتعملوا تريسين، بدأس الطريقة، طيب، بعداً في عندي هون، بعد ما أنا خلصت هذا الإكسبريشن، في عندنا هون يا ومحترمين، قيمة X الحالية في الذاكرة، هي 10، وبعدين بحكي لي، انتقل سطرجي، انتقل نصطرجي، قيمة X هي عشرة، أي كيس حتنطبق عليها هون، اللي هي الكيس الثانية، ممتاز، أول إشي بحكي لي هون، معناته، روح للذاكرة، صر 11، ممتاز، عجل عليها، صر عندنا 11، ثم أطبعها بعد الزيادة، في عندي C out، فإذاً هيطبع عندي هون، شوفوا، 11، بعدين، شو أعمل؟ رح نبت الكيس اللي بعده، ممتاز، هيروح للكيس اللي بعده، الكيس اللي بعده شو عم بحكي لي، X minus، ممتاز، ممتاز، فإذاً روح على الهداش هاي، نقص منها 6، تصبح لنا خمسة، بعدين؟ out، C out، لا، رح نزل على default، رح نزل على default، ممتاز، هيروح على default كمان، هينفذ هاي نعم، شو بتصير هلا قيمتها؟ 4، 4، ممتاز، 4، خلصت كل هاي الكيس، ال switch، نعم، فإذاً، روح على ال see out، see out، بحكي لي، بداية، أعمل سطر جديد، ثم أكتب قيمة X، اللي هي كم؟ 4، اللي هي 4، فإذاً هذا هو ال output، واضح؟ في أي استفسر عليها يا طلاب؟ أي سؤال بعيد؟ طب حكا محترمين، ننهي ال switch، هنبدأ إن شاء الله، بالـ 4، المحاضرة القادمة، أي سؤال؟ دكتورة بالـ out، بتحونا 11 هاي، ما فهمت كيف طلعناها؟ 11، انتبهي، في عندي، لما طبقت 10 تساوي 9، لا، 10 تساوي 10، نعم، بيقول لي see out، بلس بلس، لأ، ولو هي لمين؟ للزيادة، بتروحي على الذاكرة، بتعدي على قيمة العشرة، شو بصير عنا هدا، شو بتستخدمي قيمتها بعد الزيادة؟ واضح؟ آآ، أنا ما كنت متابعة إنه في see out، آآ، تمام، شكراً، لا، عفو منتي، هلا، هدولة سنتين ما طبعناهم، لأنه ما في see out، بينما هاي لا، في see out، فأنا طبعتها، في أي استفسار لهلا؟ يلا، موفقين، إن شاء الله كمان بكوزكم بكرة، ويجيبوا أعلى الدرجات، حيكون كتير سهلاً، أنا أصلاً مش باري أحط أي سؤال فيه، بس هو تست، إنه الطالب يتعون على شكل الانتحان فقط، مش أكتر، بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد ستقربت جسد، لقد ستقربت جسد، حيث، من يشاهد الأصدد، من أجل، حيث، جسد، اشتركوا في القناة